المرأة الريفية المعدات لطحن الغلال والمواد الغزائية الاخرى ممثلة القلب الكبير بوداي شمس الهدى بكر كذادي عددت كمية العطايا الممنوحة من قبل المؤسسة وقالت ان من اهداف مؤسسة القلب الكبير الاهتمام بالمرأة الريفية ومساندتها في كل نشاطاتها من اجل تحسين اوضاعها المعيشية وتعليم البنت وطلبت من المستفيدات استخدام هذه المنح من اجل المصلحة العامة لسكان الريف عطايا قيمة تستفيد منها حوالي 25 من اتحادات وجمعيات النسائية باقليم وداي وتساعدهم على تطوير ادائهم الزراعي وانتاجهم المحلي بحسب ما اكدته المستفيدات يعني انا نشكر السيدة الاولى ونشكر سيامشالهودة الهزاة البوانج فوكال هنانا الهيني واتفكر فوقنا ومينين يا قدام دعانينا نقوف في الانيو حقنا دا وما نقصر بشيء اي شيء ننظموه نعدلو المزارئين المزارئين نهارتوا بدران نصونا اكلوا كما قدمت المرأة الرفيع عبر مؤسساتها وجمعياتها المختلفة هدايا متنوعة لسيدة البلاد الاولى هندا دبي اتنو تقدرا لجهودها واهتمامها بتطوير المرأة ورسم الابتسامة على وجهها باعتبارها عنصرا فعالا في المجتمع الشادي اليوم العالمي للمرأة الرفية اخذ صورته الطبيعية بمدينة مندلية حيث تجمع عدد لا بأس به من النساء الرفيات احتفالا بهذا اليوم الذي يخصهن كنساء اكثر من كونهن قاتنات الريف الى جانب جمعية العمل من اجل التضامن ودعم الطبقة الصغيرة التي قدمت معونات مختلفة الى النساء بمدينة مندلية المتمثلة في ادوات مدرسية ومعدات زراعية لاستعمالها في تنشيط الحركة الاجتماعية هناك عمدة بلدية مندلية عثمان بكر محمد قال ان هذه المبادرة التي قامت بها جمعية العمل تعبر عن مدى الرغبة في تطبيق سياسة الحكومة ويجب على نساء مندلية اثبات جداراتهن بشكل مطلوب اما ممثلة الهيئة الوطنية لتطوير العمل كولينجينا مكاي بشرت السيدات بوقوف الهيئة ودعمها لتحقيق متطلباتهن خاصة في المجال الاستثماري الامين العام السيد عبدالكريم بركة ممثلا لمحافظ مقاطعة شاريه اثناء على الجهود المبذولة من فاعلية الخير امن ان لا تنقطع هذه الجهود ناصحا للريفيات باستغلال مثل هكذا فرص كما اشرت رئيسة جمعية العمل من اجل التضامن ودعم الطبقات الضعيفة الى اهمية المرء الريفية في دعم الانتاج الغذائي وما تقدمه للمجتمع في شتى المجالات قدت بالك انتو اقود استفقين واننا قاعدين معكم يعني نخدم دماء اليوم ما لانباكر نخدم سوا وكالله قال امين دا نمشو قدام وما نقبل وراء لكن اننا كما مستفقين دا ما نقدر نمشو قدام وتخلل الحفل عدة فقرات تدريبية توجيهية والتي ستستمر يوما كاملا تحت انوان الميثاق الدولي والسياسة الامة لالية وثيقة من اجل الهصول الى هخوخ المرأة الريفية هيث نظم اعظام منظمات الجمعيات المجتمع المدني طاولة مستديرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية والذي يصغدف طاريخ الخامس اشر من اكتوبر الجاري لكل اامة من جانبها رئيسة المجلس الوطني للنساء في تشاد لمباتين ايلين اوضحت في هذيفها بان المرأة تلعب دورا كبيرا في مجال التنمية الريفية نسبة لبزل جهودها وطلبت ايدا من الجهات المأنية مراجعة اللوائه في مجالات الزراعة للمرأة الريفية مريم محمى النور طلبت من النساء على الاهتمام بمطالبة حقوقهن والمناقشة حول الصعوبات التي يعانون منها النساء خاصة المرأة الريفية في مجال الزراعة بدوره الباهث في حقوق الأراضي الزراعية اودينغارا دافيد اكد في كلمته بان حقوق المرأة في تشاد بدأ منذ العام 1967 وذلك من اجل الاهتمام بالمراجعة والسماه للمرأة في تلقي حقوقها سيما المرأة الريفية لاجل معرفتها في التدريب والتوجيه وتبخى الاشارة عن الاهتفال باليوم الآلمي للمرأة الريفية دورة الآم 2017 اهتضنتها مدينة أبو قدام التابعة لإقليم والداي ترجمة نانسي قنقر